تحياتي بداية موسم صادمي لجماهير ميلان اللي كانت تمني النفس ببداية قوية مع فونسيكا لكن اللي صار عكس كل ذلك بعض الجماهير كانت تنتظر رحيل بيولي لكن ربما بعد البداية الغريبة أصبحوا بيتمنوا أنه يرجع ثلاث مباريات حقق فيهم ميلان نقطتين والنقطتين اللي حققهم تقريبا بما يسمى طلوع الروح حرفيا لأنه كان دائما عم بيرجع بالأخير تيسجل التعادل خسارة من بار مصاعد حديثا وتعادل مع تورينو ولانسيو وهون بلشوا الناس يتناقشوا هل إحنا جبنا المدرب اللي حينهي الميلان ولا المدرب اللي حخلي ميلان يتقدمنا الأمام فونسيكا عنده خبرة بالدور الإيطالي زي ما بنعرف في الماضي ودرب روما لكن يبدو عندما جاء إلى ميلان جاء بوضع مختلف لميلان لأنه الطموح عاد بعد الفوز بلقب الدوري قبل مواسم والنادي صار طامح أنه يجيب ألقاب وينافس على اللقب وما بيقبلوا يشعروا نفسهم خارج المنافسة قبل ما تبدأ وأيضا كان هناك تحدي آخر عن بيجعله بيولي طول كثير مع ميلان وبالتالي اللاعبين اعتادوا على اسلوبه في الملعب اسلوبه في إدارة اللاعبين والتعامل معهم جاءهم مدرب جديد من المتوقع ومن الطبيعي أن يحدث بعض الخلافات وقتها ويحدث بعض عدم الافهم أو الاستيعاب للي بده يا هذا المدرب لما يقرر يغير الاسلوب سواء في الملعب أو خارجه فظهر هذا على منظومة الفريق الدفاعية اللي واضح جدا أنها من أسوأ خمس منظومات حتى الآن بإحصائيات الأهداف المتوقعة في الدور الإيطالي على المستوى الهجومي الفريق بيصنع فرص بيخلق فرص ومن أفضل الفرص في إيطاليا اللي بيخلق مواقف للتزديد وترتيبه فعليا ثاني فريق بإيطاليا من حيث صناعة مواقف التزديد لكن أيضا في الهجوم بتشعر في نفس مشكلة الدفاع التنتين نفس الشيء وهو عدم ثبات الأسماء في خط الهجوم وخط الدفاع والبعض بلش يقول هذا المدرب لسه مش عارف أنه بلش الموسم الرسمي ولازم يثبت التشكيل لسه تبتعامل معها على إنهوديات وبيغير كل مباراة لاعب بلاعب مرة بوليزيتش في النص مرة جناح مرة لياه احتياط مرة ثيو أساسي مرة احتياط وأيضا على مستوى قلوب الدفاع ورؤوس الحربة في نفس كثرة التغيير اللي بتخلي الجميع لا يشعر بالثقة في اللي بصير لأنه التغيير يعني عدم الاستقرار خصوصا لو كانت النتائج غير جيدة وحالة عدم الاستقرار هذه اللي تكلمت عنها خلقت مشكلة بصراحة أهم من النتائج الصدام مع أغلى اثنين في ميلان ثيو هرناندز ولياو وربما هم اللعبين الوحيدين في ميلان اللي بتسمع أنه أسماءهم بترتبط بأندي عملاقة بتنافس ع دوري أبطال أوروبا كل سنة أو بتدخل دوري أبطال أوروبا حاب بتفوز بي لياو كان الأسماء المرشحة تعوض وثيو هرناندز كظهير أيسر كثير ناس بيعتبروه من الأفضل في العالم فمن الغريب جدا تشوف المدرب بيبدأ فيهم احتياطيين في مباراة لأتسيو وبعد ما ينزلهم وتيجي فترة التبريد وفترة الكولينج بريك ويجي بدي يعطيهم تعليمات تظهر فيديوهات تقول اللعبين أصلا مش راضين يسمعوه مش مقتنعين فيه وهون بحطوا فونسيكا بخيار صعب جدا هذا الخيار ببساطة هو خيار أنه لازم يقرر هل هو المدرب وصاحب القرار ويصدم فيهم ويعاقبهم أم هو بدي بيّن أنه بدي يكسبهم فما يعمل شي طب إذا ما عمل شي ممكن لعبين ثانيين يتمادوا ممكن هم نفسهم يتمادوا عليه فتصبح مجموعة كاملة مش راضية تسمع منه فهون بتكون إدارة ميلان أمام قرار واحد إقالة المدرب فبصراحة النتائج ما خدمت هذا المدرب الجديد وبنفس الوقت اللاعبين يبدو مش كلهم مرحبين بوجوده وأيضا بداية الدورة الإيطالية دائما بتكون غامضة كثير فرق بتظهر بنتائج جيدة سلبية وبتعطي أحسن ما عندها بأول ست جولات الآن هذا المدرب مطلوب منه يصمد هذه الجولات لعندما يستقر هو على تشكيلته ويلعب وعشان يستقر لازم أولا يكسب النجوم إذا ما عرف يكسبهم ربما نشوفه بيطلع من ميلان أسرع بكثير بما منتوقع ربما نشوفه بيرحل قبل نوبمبر حتى لأنه إدارة ميلان مش هتكون قادرة تخسر لاعب ممكن تبيعه بفوق ميت مليون يورو عشان مدرب عنده أفكار معينة بيده تطبقها حيكون صعب جدا إلا إذا قدرت تبيع هذا اللاعب هو بيلعب أساسي وبأحسن فتراته وأيضا مش هتكون قادرة تدعم المدرب طول ما النتائج ما بتدعم قراراته الفنية فميلان عنده مشكلة أنا أعتقد أبعد ما يكون عن الجودة هي أكثر فكرة أنه المدرب حتى الآن ما دخل عقول لاعبي وكل ما كان الوقت ماشي بيكون الوقت ضده ولازم يدخل ويقنعهم بنفسه وأفكاره إذا حب يضل في ميلان ويمشي معهم سنوات مش شهور نوصل هون نهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عوال موجود فيسبوك تويتر انستغرام وتيك توك وسناب شات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته